السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله البنات تكونوا بخير اموركم بخير دائما وافدا ان شاء الله رحمة الرحيم اليوم على بركة الله سنقدم لكم واحدة الوصلية سهلة بسيطة والديدة في نفس الوقت ممكن اننا نعملها يعني كمقبلات او كطبق جانبي وممكن كذلك تكون وجبة لعشة يعني وصفة خفيفة بزاف هاد الوصفة عبارة على كريات مقرمشة من البطاطس اول حاجة نقوم بها نقوم بسلق واحد جوجة الحبات من البطاطس بطبيعة الحال الكيمية كتبقى حسب عدد افراد الاسرة هنا جوجة ديال البطاطس يعني مسلقة في ماء مملح بعدها نصفيها وكنجيك يعني كنمعسها بالفورشيت بعدها نضيف عليها القليل من الفلفل الاسود اللي هو الابزار كنضيف شوية ديال شونية او لا شيلي بودر هنا لكم الاختيار ممكن انكم تستغنيوا على الحر بالنسبة للناس اللي عندهم الاطفال كنستعملوا كذلك واحد القليل من التوم جاف والقليل من الملح مع العلم ان البطاطة مسلقة في ماء مملح بعدها نضيف هذه المكونات كلها واحد الحفنة ديال الموزاريلا تقريبا واحد مئة جرام تقريبا ممكن انكم استعملوا اي جبن كتبغي او لا متوفر عندكم المهم ان يكون جبن كي يمطط يعني كيتمطط عفوان فاش كيتقلا كيتجبد كنخلط المكونات كلها مع بعض الحفنة كينسجموا مزيان بعدها كندوز باش نحضر الكويرات الكويرات هنا مكتكونش كبيرة بززاف مكتكونش صغيرة كوريات ليا متوسطة كما هو موضح قدامكم كنمشي بنفس طريقة حتى كنكمل الكمية كلها كنكمل الكمية كندخلها لتلاجة لمدة 10 دقيقة او اقل المهم انها تبرد واحد شوية فهذا الاتنادي كنحضر ثلاثة ديال ليبول او ثلاثة ديال ازلايف واحد كنعمل فيه دقيق واحد كنعمل فيه دقيق واحد كنعمل فيه البيض واحد كنعمل فيه الشابلور بالنسبة للدقيق كيكون دقيق ابيض كنضيف عليه شوية ديال الملحة والفلفل الاسود كنمرر الكويرات ديال البطاطا في الخالط ديال الدقيق دي ما هو موضح قدامكم كناخد البيضة هنا عندي حبة واحدة من البيضة من البيضة كنطربها كنضيف عليها شوية ديال الملحة و كنضيف عليها تقريبا واحد ملقة صغيرة من الخل كنطرب البيضة و كندوز هدوك الكويرات اللي كنت عملت في الدقيق في البيض و بعد كندوزهم في شابلور بالنسبة للشابلور هنا عندي انا اصلا شابلور طالي يعني منتج طالي فيهم منسم يعني بالاعشاب كنمشي بهاد الطريقة حتى كنكمل الكمية كلها اللي عندي هدو الوصفة عدي سهلة بسيطة و كنتتحضر في واحد الوقت اللي هو واجيس بالنسبة للشابلور را هوريت لكم من قبل يعني النوعي اللي كنستعمل و في وسط الفيديو را كتبا للعلبة دياله هذا هو الشكل ديالهم بعد ما دوزتهم في شابلور شابلور هنا را كيكون شوية يعني حرش كيما كي بنقدمكم كندخلها لتلاجة لمدة ديال عشرة ديالتقائق باش انها تماسك كناخد واحد الاناء اللي كنقلي فيه كنوضع فيه الزيت و كنسخندك الزيت و كنقوم بتحمير هاد الكويرات لحد ما كياخدوا واحد اللون ذهبي كنزولهم من الزيت و كنوضعهم فوق الورق اللي كيمص السيد كيما هو موضح قدمكم وبعد ما نكمل كنقدم هاد الكويرات سواء مع سلصة يعني سلصة ديال الجبن او لا مع الكيتشوب او اي سلصة انتو ما كتختاروها كنتمنى ان هاد الفكرة تعجبكم و انكم تجربة ان شاء الله كيما كيما يعني حافظ كيما كيما ممكن ان هذا الطبق هذا يكون مرافق لاطباق رئيسية و كيما هو ممكن ان يكون طبق رئيسي كوجباء ديال ليشا شكرا لكم مرة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة